موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بيئاتنا حياتنا اللي بنتناول فيه عدد من القضايا اللي بتهمنا كلنا بتهم الناس وبتهم كمان البيئة اللي احنا بنعيش فيها ممكن موضوعنا النهاردة شوية مختلف عن الموضوعات اللي احنا تناولناها قبل كده وده موضوع مرتبط بحاجة اسمها التنمية المستدامة وسعاد بيسموها السستينابيلتي أو انفيرومنتال ديفولوبمينت أو التنمية المتواصلة كل دي مسميات واحدة لمصطلح واحد تعالي الأول قبل ما نتكلم عن التنمية المستدامة وبنسمع المصطلح ده زي ما قلنا كتير قوي سواء في الإعلام في التعليم حتى يعني كل الناس بتتكلم عن فكرة التنمية المستدامة أو إيه هي التنمية المستدامة قبل ما نتكلم عن التنمية المستدامة لازم الأول نعرف ما هي التنمية التقليدية أي واحد بيعمل استثمار بيعمل مصنع بيعمل مشروع بيعمله حاجة اسمها دراسة جدوى اقتصادية يعني أنا النهاردة عشان أحط فلوس في مشروع لازم أحسب هل المشروع ده هيكسب ولا مش هيكسب لو هيكسب طبعا هنفزه لو مش هيكسب مش هعمله وبالتالي بتعمل الأول لهذا المشروع دراسة جدوى اقتصادية الربح والخسارة هي دي تنمية أنا هكسب هعمل المصنع هنتج فبعمل تنمية بنتج منتجات إلى آخر طيب هل التنمية التقليدية كانت تنمية صديقة للبيئة؟ للأسف لا ليه بقى؟ لأن أي واحد بيعمل مصنع بيعمل مشروع بياخد من الموارد اللي في البيئة طالما هياخد من الموارد البيئة يبقى ده معناه أن البيئة ممكن مواردها تقل يبقى أول مشكلة بتقابلنا في التنمية التقليدية اللي هي قلة الموارد ومع العالم ومع المشروعات اللي بتتعمل في العالم ومع الثورة الصناعية اللي بتتعمل في العالم هنلاقي بعد شوية كتير من الموارد ابتدت تقل لانه اي صناع اي ما على الموارد موارد معدنية موارد زراعية وطفر هي ايه هذه الموارد يبقى اذا اول مشكلة بتقابل فكرة التنمية التقليدية هي التنمية او هي الموارد الخاصة اللي بتستنزف وملهاش مصدر للتجدد يعني في كتير من المعادن بنسميها معادن غير متجددة يعني ما بتتجددش يعني لو عندي حديد عندي نحاس عندي ألمونيوم عندي معادن عندي مواد كيميائية كل دي ما بتتجددش خلاص اللي بيستهلك منها لا يعادل التجديد مرة اخرى ده الشق الاولاني طيب الشق التاني ايه الشق التاني التلوث اللي بيطلع من الصناع اي مصنع بيشتغل كان بيطلع ملوثاته يا في الهوى يا في المياه يا في الطربة وبالتالي ما كانش فيه منظومة بتعالج هذه المشاكل وبالتالي المشكلة التانية هي مشكلة التلوث التي احدثتها الصورة الصناعية او اي مشروع بيتامل فكل المشروعات يتعمل لها دراسة جدوى اقتصادية ولكن ما كانش بتعمل لها ما يسمى بدراسة جدوى البيئي اذا هناك مشكلتين هناك استنزاف للموارد وهناك تلوث ناتج عن استخدام الوقود الاحفوري او الناتج عن الويست او المخلفات اللي بتطلع من هذه الصناعة والتي تلقى في عناصر البيئة طيب الانسان بيعيش على ايه بيعيش على عناصر البيئة بيعيش على الهوى تنفس بيعيش على المية الشربة الاستخدامات الاخرى بيعيش على التربة الغذاء طيب لو هذه المصادر تلوثت ده هيعود على ايه على صحة الانسان بامراض كثيرة وبنسمع عن امراض كتيرة يمكن ما كناش بنسمع عنها في العنو فهل نجحت التنمية التقليدية في رفاهية الانسان الحقيقة ده سؤال مهم الحقيقة ممكن تكون حسنة رفاهية الانسان في بعض الامور ان احنا بنعيش احسن شوية من زمن ماضي بنركب طيارات ومواصلات ما كانش يمكن الزمن الماضي في هذه الحاجات بنلبس اكتر في مواد يعني في نقلقه لكن الحقيقة المشكلة انه برغم هذه الاشياء الا انه صحة الانسان ابتدت يحصل لها مشاكل اذا ما قيمة الرفاهية وما قيمة الحياة الرغضة ان انا عايش احسن وافضل وبركب عربية وبروح واجي وتكييف ولكن صحة الانسان فيها مشكلة ابتدأ العالم بقى يتكلم من خلال المؤتمرات على فكرة تانية لازم نعملها وهي فكرة التنمية المستدامة احنا مش هنقدر نلغي التنمية يعني انا ما قدرش الغي وجود المصانع وما قدرش الغي المشروعات لان دي عصب الاقتصاد وبالتالي لازم العالم يفكر فيه مصار جديد وشكل جديد من انواع التنمية سسموه التنمية المستدامة طيب ايه فكرة التنمية المستدامة بقى احنا قلنا فيه في التنمية التقليدية عندنا مشكلتين مشكلة اهضار للموارد ومشكلة التلوث اذا ده معناه ان لو هنفكر فيه فكرة التنمية المستدامة يبقى لازم نعمل الحاجتين دول لازم نعليجهم لازم نحسن من الموارد ونستخدم الموارد بكميات مناسبة وننمي هذه الموارد ودي الخطوة الاولى الخطوة التانية نمنع التلوث على القدر الادنى نشوف بقى الية تخلي هذا التلوث في الهوى والمية والتربة يقل ميبقاش فيه مخلفات طالعة من الصناعة ونعمل لها افكار اللي بيها نقلل هذه اذا التنمية المستدامة الحقيقة هي تلبية التنمية بتعالج حاجات الحاضر يعني احنا لنا حاجات عايزين ناكل ونشرب ونعيش ويبقى فيه رفاهية وكل حاجة ولكن دون الاخلال بقدرة الاجيال القادمة على ان هي تعيش في بيئة نظيفة لان انا مش من الطبيعي ان انا اعمل تنمية واعمل حاجات كويسة يستفيد بيها هذا الجيل وبعدين الاجيال القادمة تعاني بقى من مشكلة التلوث والاهدار والاستنزاف زي ما احنا قلنا قبل كده يبقى احنا محتاجين ادارة حكيمة للموارد وبترشيد وده بتؤديها التنمية المستدامة وفي نفس الوقت قلة في الملوسات والمخلفات التي تلقى في البيئة حتى تكون هذه البيئة سليمة من الناحية الصحية للانسان الحقيقة هذه التنمية لها بعض الخصائص يمكن الخاصية الاولى ان البعد الزمني فيها طويل يعني احنا مش بنخطط للنهاردة ولا بكرة لا احنا بنخطط لسنوات طويلة بنخطط بطريقة استراتيجية وبالتالي اول خاصية من هذه التنمية انها بتراعي البعد الزمني الطويل وبتعتمد على امكانيات الحاضر للمستقبل وبالتالي فهي تنمية يعني مستقبل الحاجة التانية هي تنمية تعالج مشاكل الغذاء ومشاكل الفقر ومشاكل السكن بتطالب هذه التنمية بمراعات حقوق الفقراء الذين يعني عندهم مشاكل في هذه الامور وبالتالي ده النقطة التانية او الخاصية التانية بتراعي حق الاجيال القادمة زي ما احنا خدنا البيئة وعيشنا فيها بطريقة لابد ان احنا ايضا يعني نحافظ على هذه البيئة للاجيال القادم ايضا بتراعي المحيط الحيوي اللي هو الطبيعة تراعي المية تراعي الهوى تراعي التربة تراعي كل المصادر على اساس ان احنا ما نستنزفش قعدة الموارد بتحافظ ايضا على التنوع البيئولوجي وده النقطة مهمة جدا ويمكن عندنا يعني احتفالية سنوية بيوم التنوع البيئولوجي التنوع البيئولوجي ده يعني مهم جدا تنوع الانواع ربنا لما خلق الانواع خلقها متنوعة تنوع داخل النوع الواحد يعني النوع الواحد بين النبات أو الحيوان أو الطيور بنلاقي جواه أنواع مختلفة ثم تنوع الموائل أو الأماكن اللي بتعيش فيها وبالتالي لابد أيضاً أن نحافظ على هذه الصروة ولا تهضر ولا تستنزف ولا أيضاً تنقرض علشان يبقى فيه استمرارية للحياة يمكن الأمم المتحدة عملت يعني استراتيجية سموها الاستراتيجية الوطنية أو الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 بدأتها سهد 2015 وحطت أهداف لهذه التنمية تعالوا نشوف أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم وبعدين نشوف بلدنا مصر عاملة أيضاً التنمية المستدامة وخطة للتنمية المستدامة أيضاً 2030 أول حاجة العالم بيقول في أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر لابد أن العالم يوفر فرص عمل يوفر رعاية صفحية ورعاية طبية للناس والحماية الاجتماعية لابد أن تتوفر في الناس وبالتالي ده أول هدف من الأهداف التنمية المستدامة اللي هو القضاء على الفقر ونقلل الفقر لأن الفقر العدو الأول للبيئة لأنه بيعمل من لنا مشاكل كثيرة جداً الناس في احتياج لهذه الأشياء وأحياناً مش قادرة تجيب الغذائها أو كساءها إلى آخر الحاجة التانية لا للجوع أو القضاء على الجوع الحقيقة لابد أيضاً العالم من أهداف التنمية المستدامة أنه هو يوفر الأمن الغذائي لكل الناس اللي في العالم الدخلين على المليار الثامن وبالتالي لابد أن يتوفر الأمن الغذائي لهذا من خلال زيادة الإنتاج وتحسين هذا الإنتاج فيما يعرف به الزراعة المستدامة طبعاً ده لازم يتعالج مع بعض المشكلات زي الجفاف، زي الكوارث، زي الفيضانات التي تحدث وتعمل لنا مشاكل في البيئة الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة في العالم الصحة الجيدة الحقيقة لابد أيضاً أنهنا العالم يسعى إلى تحسين المناعة لدى الناس تحسين القدرة على مقاومة الأمراض إنهاء الأوبئة التي في العالم الصحة النفسية والصحة الجسمية ودي نقطة مهمة جداً أيضاً الأولاد الذين يموتون في مرحلة الولادة أو في مرحلة أولى نقلل من هذه الوفيات لأن إحنا بنعتبر الناس هي الموارد البشرية القدرة على إدارة البيئة فلو كانت هذه الأشياء يعني بتتعرض لمشاكل لابد مرحل هذه المشاكل لابد أن يتمتع الجميع بصحة جيدة وحق الناس في الصحة الجيدة كما في الهدف السلس الهدف الرابع التعليم الجيد مهم جداً إن الناس تتعلم بطريقة جيدة مهم جداً إن إحنا نضمن في مرحلة التعليم الأساسي على القصوص تعليم لهؤلاء الأفراد عشان على الأقل يكون تمكنوا من محوء الأمية ومش بس الأمية القراءة والكتابة إحنا منتكلم دلوقتي على الأمية الكمبيوترية والأمية الثقافية لابد أن يكون أخذ حتى على الأقل المرحلة دي ثم ينتقل إلى مراحل أخرى من التدريب المهني والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي كمان لابد من رفع كفاءة المعلمين وتدريبهم عشان هما دول اللي بيقودوا عملية التطوير وعملية التعليم الجيد بدون المعلم يعني مهما وفرنا من إمكانيات في المدرسة لكن بدون المعلم الجيد المدرب لن يستطيع إن إحنا نعلم تعليماً جيداً هدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في العالم المساواة بين الجنسين لابد يبقى فيه مساواة بين الزكور والإناس والفتيات وإنهاء صور العنف ضد النساء في العالم وإن المرأة تاخد فرصها في التعليم وفي العمل فده الهدف الخامس الهدف السادس المياه النظيفة والصرف الصحي دي نقطة مهمة جداً لابد إن العالم من ضمن أهداف التنمية المستدامة إنه يعمل مياه نظيفة يعمل أيضاً صرف الصحي جيد مرافق جيدة عشان يستوعب ويمكن إحنا بنشوف بعض الكوارس اللي في العالم بتحدث نتيجة عدم وجود صرف الصحي مؤهل لاستيعاب كميات الأمطار إزا إيه دا؟ وبالتالي لابد من إحنا نرصد جودة المياه ونقفض التلوث في المياه يمكن هدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الطاقة النظيفة إحنا دلوقتي بنستخدم هي المشكلة اللي إحنا قلنا عليها التلوث جاي منين؟ جاي من استخدام الوقود الإحفوري وبالتالي لابد أن إحنا نقلل بشكل كبير جدا من استخدام الوقود الإحفوري ونتجه إلى تحسين كفاءة الطاقة وفي نفس الوقت أنها تكون طاقة جديدة ومتجددة الهدف التامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي لابد من توفير عمل اللائق لكل الأفراد مبقاش فيه بطالة أيضا الهدف التاسع الابتكار والصناعة ويمكن الابتكار والصناعة أيضا من الأهداف المهمة جدا أنه يبقى فيه ابتكار وفيه صناعة فيه هتعمل نمو ولكن نخلي بالنا أنه هذه الصناعة لابد أن تكون ملوثة للبيئة هناك أهداف كثيرة في 17 هدف التنمية المستدامة لكن أقول في عجالة كده أهداف التنمية المستدامة في مصر الارتقاء بجودة الحياة المصريين ده الهدف الأول العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ده الهدف الثاني اقتصاد تنافسي ومتنوع ويحافظ على البيئة المعرفة والابتكار والبحث العلمي نظام البيئي المتكامل والنظام البيئي نحافظ عليه حوكمة المؤسسات والدولة والمجتمع السلام والأمن المصري وفي النهاية الهدف كمان الأخير من أهداف مصر للتنمية المستدامة تعزيز الرياضة المصرية وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا وتعزيز الشراكات على مستوى العالم أرجو أن أنا أقدمت لحضراتكو النهاردة مفهوم جديد وهو مفهوم التنمية المستدامة أشكر حضراتكو جميعا